لكن خلينا زي ما تعودنا مع الطبق الرمضاني الأول الطبق الخفيف الطبق الإخباري في مستهال حلقة الأهل في رمضان حيقدمه لنا النهاردة الزميل محمد توفيق تفضل يا محمد مساء الخير والسيد إبراهيم مساء الخير بشموهد سعاده تحياتي لحضراتكم كل جمهور نادي الأهل بتابعنا في كل مكان يعني ليرة رمضانية جديدة زي ما حرق ذكرت في البداية هنا في الأهل والأهل في رمضان ويا رب دايماً أيام النادي الأهلي كلها تكون أيام سعيدة وأيام بطولات بإذن الله زي ما حرق قلت أول واجب النهاردة معنا هو الأخبار وأخبار النادي الأهلي طبعاً زي ما تكلمته في البداية مباراة الهلال السوداني طبعاً الشغل الشغل نبدأ فقراتنا الإخبارية ويعني طبعاً بالطبع لصوت داخل النادي الأهلي وبين جماهيره يعلق فوق صوت الاستعداد لمباراة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا بالطبع يلتق النادي الأهلي مع الهلال السوداني في تساعة مساء بعد غدن السابت بإذن الله على السادسة ضمن منافسية الجولة السادسة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا طبعاً النادي الأهلي بيلعب ضمن المجموعة الثانية اللي بتضم معاه كمان سانداونز الجاروب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميرون نبدأ أخبارنا واستدادات النادي الأهلي والفريق للمباراة مرسيل كلور المدير الفني لفريق كرة القادم بالنادي الأهلي ويرفق قابتل الفريق يتحدثان عن مباراة الأهلي والهلال السوداني في المؤتمر الصحفي غدن الجمعة ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في ـ ربع عصرًا غدن الجمعة بإذن الله على استياد القهرة حيث يتحدث الجهاز الفني وめكابتل الفريق لوسائل إعلام عن المباراة المرتقبة وخلال مؤتمر الصحفي طبعاً النادي الأهلي هيكون يسبق المؤتمر الصحف الفريق الهلال السوداني الشقيق في تمام السلسة والنصف عصرا أيضا على استياد القاهرة خبرنا التاني بالطبع والاجتماع الفني للمباراة ويؤقد الاجتماع الفني لمباراة الأهل والهلال السوداني بإذن الله في أساملة مساء غدا الجمعة بمقر النادي الأهل الرئيسي بالجزيرة طبعا بحضور مندوب الفرقين وممثل الاتحاد الأفريقي لقرة القدم وطاقم التحكيم ويحضر الاجتماع الفني من النادي الأهلي كابتن سال عبدالحفيز مدير القرة وكابتن سامير عدلي المدير الإداري وكابتن مهل عبدالعزيز إداري الفريق ويمقش الحضور بالطبع خلال الاجتماع كافة الأمور التنصقية الخاصة بالمباراة والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها للتحاد الأفريقي يعني خلينا التنقل معكم في هذه الجزئية بالطبع زي ما حالك تكلمت هو لقاء بين أشقاء في المقام الأول كل الأمور التنظيمية طبعا النادي الأهلي ويعني حضراتكم مشاهدين على التاريخ دوة يعني يشار لها بالبنان دائما خاصة في الأمور التنظيمية وزي ما اتكلمنا كل طلبات للبعثة بتاعت الهلال السوداني مجابة يعني نكلمونا أكتر ودور النادي الأهلي ودائما احتضان الأشقاء عبدالحفيز مهندس وأستاذ برئي الأجواء التي تأتي فيها هذه المباراة يعني لنا توقف أمام الأجواء المفتعلة الهائسة البائسة اللي حاول البعض أنه هو يصدرها ويستدرك فيها جماهير الناديين أقدر أتحدث عن الأهلي بثقة أنه ينظر الأمر بمفهوم المسؤول الكبير الذي يستوعب تماما حجم المسؤولية وانعكس هذا على الترحيب الرسمي بالأشقاء الهلال بإعثة الهلال ولكن هل هناك يعني ما يمكن أن تنقله إلينا من المعسكر الأحمر بالطبع كمانين في أخبارنا والتساعدات الفريق ولكن الفريق الأول طبعا بالنادي الأهلي هيختتم استعداداته في استساعة مساء غدا الجمعة على مهل عم مختارة تيتش بي جزيرة استعدادا لمباراة الهلال ومن المقرر أن يتم فتح التدريب غدا أمام وسائل إعلام لمدة 15 دقيقة وفقا للقواعد المنظمة لبطولة دوري أبطال إفرقيا طبعا يعني ده على صعيد الفني والصعيد الرسمي كمان ممكن النادي الأهلي ولجمة المباراة له دور كبير جدا في هذه المباراة خاصة مع الحضور الجماهير الكبير يمكن نشر النادي الأهلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك تحت عنوان طريقك أسهل لدخول مدرجات استعداد القاهرة أوضح من خلال هذا الفيديو بوابات دخول الجماهير حسب فئات كل التذاكر والمدرجات ومعيد فتح وغلق البوابات قبل مبرات الأهلي والهلال السوداني ومقرر لها بالطبع بعد غدا السبت إن شاء الله في التساعة مساء يمكن فيه فيديو موضح لكل دوات نشوفه مع بعض على الشاشة بالطبع دول أكثر من رائع قامت بيه لجنة المباراة بالنادي الأهلي في التسهيل على جماهير النادي الأهلي عريضا إن شاء الله هتكون موجودة يمكن كمان استكمال لندورها المهم تواصلة لجنة المباراة مع هيئة النقل العام بالقاهرة وذلك لتخصيص أوتوبسات لخدمة جماهير النادي الأهلي من المدينة العامة في مواحفظة القاهرة وكمان في المواقف القبرى للقادمين من المحفظات ويمكن قد تلهاية موافقتها في هذا التعاون الكامل مع جماهير النادي الأهلي ومع النادي الأهلي لنقل جماهيره إلى استادة القاهرة طبعا استعدادها لمباراة الأهلي والهلال السوداني كمان استكمال للخبر ده اعلنت هيئة النقل العام عن خطوط الاتوسائيات التابعة لها وذلك لترحها لنقل جماهير النادي الأهلي إلى استادة القاهرة الدولي وذلك بإذن الله بعد غدا السبت وخصصت هيئة النقل العام 50 أوتوبس لناقل جماهير النادي الأهلي إلى مرع المباراة حيث جاءت خطوط أو خطة الهيئة على النحو التالي 10 أوتوبسات بداية خط سرها من ميدان عبد المنم رياض مرورا بمناطق رمسيس العباسية وصولا إلى استادة القاهرة 5 أوتوبسات من منطقة العباسية مرورا بصلاح سالم يوسف عباس وصولا إلى استادة القاهرة 5 أوتوبسات من منطقة حدائق القبة مرورا بكبر الفنجاري وصولا إلى استادة القاهرة 5 أوتوبسات من منطقة دوران شبرى مرورا بمناطق الخلفاوي منشية الجمل حدائق القبة كبر الفنجاري وصولا إلى استادة القاهرة و5 أوتوبسات من ميدان الجيزة مرورا بمناطق جامعة القاهرة الأصر العيني سيدة عائشة لأوتوستراد جمعة الأزهر وصولا إلى استاد القاهرة بالإضافة الخمس أوتوبيسات هيتلع من منطقة سيدة عائشة مرورا بطريق الأوتوستراد نادي السكة الحديد وصولا إلى استاد القاهرة وخمس أوتوبيسات من منطقة النزهة الجديدة مرورا بمناطق الحجاز شارع النزهة منطقة السبع أمارات ميدان الساعة طريق النصر وصولا إلى استاد القاهرة بالإضافة الخمس أوتوبيسات من منطقة الأميرية مرورا بمناطق صرايا الأوبة روكسي كلية بنات تاين شمس خضر التوني شارع يوسف عباس وصولا إلى استاد القاهرة وفي النهاية خمس اوتوبسات من منطقة شبرة الخيمة مرورا بمناطق مسترد مطارية التجنيد روكسي خليفة المأمون كبر الفنجري وصولا إلى استاد القاهرة كما جهود أكثر من رأة عملية لجنة المباريات في التواصل مع جميع الجهات المعنية وجميع الجهات الأمنية والوطنية تدايا من وزارة الداخلية الشركة الأفريقية للأمن وكمان شركة تسكرتي وشركة السلاة الوطنية مرورا طبعا بهاية النائل العام بنوجه كل التحية لكل مؤسسات الدولة اللي دائما ما تقف الجانب للأنداء المصرية وطبعا على رأسها النادي الأهلي ودور الوطني المعروف والمشهود نروح بعمل أخبار النادي الأهلي إلى أخبار مسابقات الاتحاد الأفريقي أعنى الاتحاد الأفريقي لقرطة القدم كاف اليوم عن موعد وتوقيت مباريات كأس المعرفقية 2023 ولسه تقوم في كودفوار بمشاركة 24 دولة إفريقية خلال فترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 20-24 حيث ستجرم مباريات افتتاحية يوم السبت الموافق 13 يناير 20-24 على ملعب الحسن وطارة في إبنبي بمدينة أبجان بينما ستختتم المنافسات بصفة رسمية يوم 11 فبراير 20-24 حيث ستستمر لمدة أربع أسابيع بين أفضل 24 دولة إفريقية وتعتبر هذه النسخة 34 بالطبع من المنافسة القرية هي الثانية التي ستجرى في كودفوار بعد المرة الأولى التي أقيمت عام 1984 وفي هذا الوقت فازت الكاميرون بالمنافسات ويمكن استناداً لتغيرات الأولية بترهادها لاتحضر أفريقيا فيها هذه الفترة على الكبير جداً من المشاهدين بإمكانهم تسجيل الحضور سواء في الملعب وعلى ملاعب البطولة بشكل عام وكمان فيه اهتمام غير مسبوك من طرف أصحاب حقوق البس الإعلامي على المستوى العالمي وإن شاء الله يكلل منتخب مصر بالفوز بهذه البطولة طبعاً بعد غياب يمكن أن أخذ بطولة وجنى بها كان عشرين عشرة إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر كل التوفيق كمان للاتحاد الأفريقي بتنظيم بطولة كبيرة طريق باسم الدول الأفريقية كمان خبر تاني من الاتحاد الأفريقي أكد الأمين العام للاتحاد الأفريقي لقرط القدم فيرون موسونجو أن القرعة الرسمية لكأس أمو أفريقي عشرين ثلاثة وعشرين ولسه تجرب كودوفور ستكون فيه خلال شهر ستمبر القادم سيتم تأكيد التاريخ والمكان في وقت لاحق لكن ست دول ضمنت بالفعل التأهل لكأس الأمو الأفريقية هي الجزائر المغرب جنوب أفريقيا بوركينا فاسو تونس والسنغال وإن شاء الله يمكن منتخبنا بشكل كبير جداً بإذن الله يكون قريب من التأهل وبإذن الله يكون موجود على رأس المنتخبات المشاركة استكمالاً بقى الأخبار للاتحاد الأفريقي والمسابقات أعلنت الكونفدرالي الأفريقية لقرة القدم أن قرأة الدور ربع نهائي لمنافستي دور أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالي الأفريقية عشرين اتنين وعشرين 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 وثلاثة وعشرين ستجرى يوم الأربعاء المقبل خمسة إبريل عشرين وثلاثة وعشرين في القاهرة المناسم هتبدأ منذ الساعة السامنة والنصف في مساء بتوقيت القاهرة وسيتم بس عملية سحب القرعة مباشرة على منصات الاتحاد الأفريقي لقرة القدم وكمان على القنوات التلفزيونية الشريكة للكاف طبعاً فيه عندها كتير جداً ضمن التأهولها للدور التالي ممكن دور أبطال أفريقيا اللي ضمن تأهوله بالفعل شباب بولزداد الجزائر الترجي من تونس شبابة القبائل من الجزائر ماملودي سانداونز طبعاً اللي معانا في المجموعة من جنوب أفريقيا والرجاء البيضاوى من المغرب سمبا من تنزانيا والوداد البيضاوى المغربي وبإذن الله رب العالمين يكون الفريق السام المتأهل هو النادي الأهلي طبعاً بعد مباراة الهلال السودان كمان يمكن نلقى الضوء على الأندية المتأهلة لربع النهائي من كالس الكنفترية الأفريقية ريفرز يونيتد من نيجيريا نادي الجيش الملكي المغربي المنستير من تونس أسيك ميموزا من كودفوار مارمو جلانتس من جنوب أفريقيا ينجى أفريقانز من تنزانيا وأحد فرقاي بيراميز أو فيوتشار من مصر وأحد يعني واحد من ثلاث فرق هي الأخضر الليبي أو سانت لوبولو من الكنغو الدموقراطية أو اتحاد الجزائر يمكن دي كانت أخبار للتحاد الأفريقي أو الكاف ومن الكاف لاتحاد القرى المصري يمكن قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري للكرة القدم برئاسة البرتغالي بيتوريا بيريرا بتحديث قاعدة بيانات الحكام لجميع الدرجات والمناطق كان استقبلت لجنة الحكام أكتر من ألفين طلب تسجيل من الحكام ومختلف المناطق في مصر عقب فتح باب التسجيل لتحديث البيانات نتمنى إن شاء الله التحكيم يكون فيه طفرة الفترة الجاية علشان يليه بإسم الكرة المصرية وزيادة المنافسات وعدلتها لشمهندس عدل أستاذ إبراهيم دي كانت جولتنا الإخبارية النهاردة نتمنى إن احنا نكون قدمنا وأضفنا لا قدمت الحقيقة وجولة حفلة بنشكرك عليها ترجمة نانسي قنقر